السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسلام بكم مشاهدين الكرام في هذا الفيديو والذين نتحدث فيه بمفهوم الاستهلاك فابقوا معنا عدنا إليكم مشاهدين الكرام من جديد نبدأ مع ما هذه المقدمة يعد الاستهلاك المكون الأساس والرئيس للناتج المحلي الإجمالي مكونات الناتج المحلي الإجمالي كما تعلمنا في الدروس السابقة أن هناك استهلاك عائلي لما نتحدث عنه الإنفاق الاستهلاكي أو زائد ذو الإنفاق الحكومي زائد الإنفاق الاستثماري وزائي أصحاب التجارة الخارجية فاليوم ندرس إلت الإستهلاك بالتفصيل هنا سواء للسلع أو الخدمات نحن نتحدث عن الاستهلاك ومن أنه مكون سواء سلع أو خدمات فظاهرة زيادة الاستهلاك عن الناتج المحلي وظاهرة مستمر مزيدة في الدول النامية وأنه حجم الاستهلاك كبير جدا بحيث أصبحت الحياة تنمحور حول المزيد من العمل من أجل المزيد من الإنتاج من أجل المزيد من الاستهلاك إنه أنا بشتغل أكتر عشان يجين الدخل وبالتالي فبزيد إنتاجي وبالتالي فبزيد الاستهلاك من أجل تحقيق المزيد من الرفاهية فما المقصود بالاستهلاك وكيف يتم حسابه وما علاقته بالإدخار وما محددات طلب الاستهلاكين مفهوم الاستهلاك يقصد بالاستهلاك ذلك الجزء من الداخل القومي المخصص لشراء السلع والخدمات الاستهلاكية الذي ينفقه القطاع العائلي لسد احتياجاته القطاع العائلي لا يشتري بغرض الانتاج قطاع العائلي يشتري عشان يلبح حاجاته ورغباته وبذلك هنا يسمى استهلاك عائلي ويعد أحد مؤشرات الرفاهية في المجتمع ولمعرفة أنماط الاستهلاك الفردي الفلسطيني نتناول الحالة الدراسية الآتية بدأ مع حالة دراسية واحد أخلاقي في استهلاكي يعمل صابر في ورشة حدادة ولديه أسرة مكونة من ثمانية أفراد ويتقاضى 600 دينار أجر شهرية حيث خصص 200 دينار لشراء المواد الغذائية والأطعمة ورصد 200 دينار على وسائل النقل والمواصلات و160 دينار أجرة سكن وباقي دخله موزع على سلع وخدمات أخرى فهو يعاني من عدم قدرته على تلبية احتياجات ومتطلبات أسرته فسمع من أحد أصدقائه بأسماء مراكز للتسوق توفر المنتجات بأسعار منخفضة جدا فحين قام بزيارة أحدها لاحظ أن هناك منتجات مواكبة للموضة وفي نفس الوقت رخيصة للثمن كما لاحظ أن بعض السلع تحتوي على مواد حافظة بنسب عالية وعبواتها غير قابلة لإعادة التدوير كما لاحظ أيضا أن أحد المستهلكين قد اشترى جميع الكمية المتوفرة والتي تفوق حاجاته من أحد المنتجات لانخفاض سعرها رغم رغبة باقي المتسوقين بشراء حاجاتهم من هذا المنتج فتفاجأ بأن محظم المنتجات المعروضة في المراكز التجارية هي منتجات الاحتلال الصهيوني فغادر المركز التجاري مباشرة رغم حاجته لشراء مثل هذه المنتجات المطلوب بعد قراءتك للحالة الدراسية أجب عن التساؤلات الآتية نبدأ مع البند الأول من الأسئلة ما أوجه الإنفاق الاستهلاكي لعائلة صاغر؟ شراء المواد الغذائية أجر سكن وسائل النقل والمواصلات سلع وخدمات أخرى رتب السلع والخدمات الاستهلاكية لأسرة صاغر حسب نسبتها من دخله ماذا تلاحظ؟ أنني جنقسم 200 على 600 لو شراء مواد غذائية 160 على 600 أجر سكن 140 على 600 اللي هو عندي سلع وخدمات أخرى 100 على 600 100 على 600 على وسائل النقل والمواصلات نحن الآن نجمع الأرقام الموجودة لرقم اللي ضائل اللي هو المتبق من ال 600 أغلب دخله ينفق على المواد الغذائية والأطعمة وكامل دخله موجه نحو الإنفاق الاستهلاكي إذ لا يوجد إنفاق استثماري لديه ما العامل الرئيس المؤثر على توزيع صابر لأوجه إنفاقه؟ حجم الدخل كأجر شهرية ننتقل إلى البند الرابع أين تمثل نمط الاستهلاك الضار بالصحة والبيئة في الحالة؟ استهلاك بعض السلع التي تحتوي على مواد حافظة بنسب عالية وعبواتها غير قابلة لإعادة التدوير ما رأيك بقيام بعض الأشخاص بشراء منتجات الاحتلال الصهيوني وما أثر ذلك على النادج المحلي الفلسطيني؟ سلوك الاستهلاك غير أخلاقي وبعيد عن الانتجاهات والقيام الوطنية والدينية وتوجه لشراء المنتجات الصهيونية يزيد من دعم الاحتلال في بناء اقتصاده ومستوطناته وبالتالي المزيد من التهام أراضي الشعب الفلسطيني والعزوف عن شراء المنتج الفلسطيني واستبداله بالمنتج الصهيوني يقلل من فرص الاستثمار والإنتاج الفلسطيني مما يزيد من التبعية الاقتصادية للاحتلال الصهيوني وهذا بدوره لا يبني اقتصاد مقاوم قوي لتحرير فلسطين إذن هنا نتحدث عن شراء المنتجات الصهيونية شراء المنتجات الصهيونية يزيد من قوة الاقتصاد الإسرائيلي بدعم مصانع هذا الاحتلال الصهيوني وزعم القوة الاقتصادية له عن طريق زيادة الدخل عنده تشغيل الأيد العاملة وفي المقابل يعود علينا كشعب فلسطيني بارتفاع نسبة البطالة وانخفاض الدخل نتيجة إغلاق المصانع أو عدم عملها بكامل طاقتها الإنتاجية وهذا يزيد من قوة الاقتصاد الإسرائيلي وبالتالي يتوسع الاقتصاد الإسرائيلي ويلتهم المزيد من الأراضي وبالتالي يعود بالسلب أيضا على الاقتصاد الفلسطيني بإغلاق المزيد من المصانع ولا يبني اقتصاد يقاوم هذا الاحتلال برأيك لماذا رفض صابر الشرى من مركز التسوق رغم حاجته للمنتجات المتوفرة لامتلاك صابر وازع أخلاقي ووطني وديني في سلوك الاستهلاك وانتمائه باتجاه المنتج الفلسطيني نستنتج مما سبق أن جزءا كبيرا من دخول أفراد المجتمع الفلسطيني يتوجه لشراء السلع والخدمات الاستهلاكية أنه كل أفراد المجتمع كل الدخل في أفراد المجتمع بتوجه لوين للسلع الاستهلاكية وحجم الدخل هو المحدد الأساس في هذا التوزيع أنت بناءًا عليش بتصرف في المدرسة مثلا أو في الجامعة الآن المصرف هذا بناءًا على المصروف اللي أنت أخذته اللي هو بنسميه دخل أخذته من والدك هذا هو اللي بحدد عليك اشتستهلك فاستهلاك العائلات الفلسطينية أيًا كان يجب أن يراعي مجموعة من الأبعاد الأخلاقية الساعية نحو إبطال أنماط الاستهلاك الضارة للصحة والبيئة هناك استهلاك أخلاقي أنه أنا أبعد عن الأشياء اللي بتضر بصحة الإنسان وبالبيئة كالمنتجات المسببة للتلوث وكذلك البعد عن أنماط الاستهلاك الموجه للموضة مع التركيز على بواد العدالة الاجتماعية في الاستهلاك بدل ما أنا أنفق على المركات الأجنبية أموال طائلة باشتري من السلع المتوسطة بالمقابل هنا بدل ما ملاحقة الموضة بتكون أسعارها مرتفعة لكن أنا الأصل أبحث عن العدالة الاجتماعية في داخل المجتمع وذلك من خلال مراعاة احتياجات الآخرين من السلع والخدمات عند اتخاذ القرار الاستهلاكي لتحقيق مبدأتك الفرص في داخل المجتمع والاستهلاك الفلسطيني يجب أن يراعي البعد الوطني حيث يتم التركيز على البعد المنتج الوطني ومقاطعة منتجات المستهدونات الصهيونية أننا كفلسطينيين يجب أن نبني اقتصاد مقاوم بمحاربة منتجات الاحتلال الصهيوني مما يعزز ترسيخ مفهوم اقتصاد المقاوم الرامي لتحقيق التنمية والتحرر وتشير إحصائيات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني عام 2011 أن متوسط الإنفاق الشهري للفل على مختلف السلع والخدمات في الضفة الغربية وغزة بلغ 160 دينارا أردنيا كما هو موضح في الشكل الآدي لاحظون الطعام كم النسبة هاي الإنفاق كديش عندي السلع تبغ والسجائر العناية الشخصية النشاطات الترفية والثقافية التعليم وسائل النقل والمواصلات الرعاية الطبية التجهيزات المنزلية المسكن الملابس الإنفاق النقدي الكلي الذي وصل عندي أعلى حد 160 دينار حسب ما هو في مركز الإحصاء الفلسطيني في عام 2011 هذه هي أوجه الاستيلاك فهذا الشكل يوضح متوسط الانفاق الشهري للدخل للفرد الفلسطيني في عام 2011 في الختام نشكركم على كرم المتابعة ونسأل الله العلي العظيم لنا ولكم دوام التوفيق والنجاح